الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن سخنات الغاز من تورنيدو النهار دا هنتكلم عن سخنات الكهرباء من تورنيدو سخنات الكهرباء من تورنيدو في الحقيقة فيها كمية ميزات وحاجات مختلفة مش موجودة في اي سخان تاني في مصر واهم حاجة بالنسبالي هي معدلات الامان الكتير قوي 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 اللي في سخان تورنيدو الكهرباء طيب سخنات تورنيدو الكهرباء فيه نوعين فيه ديجيتل وفيه الميكانيكل فيه احجام متوفرة كتير في السوق هتلقوا 35 لتر 45 لتر 55 لتر و 65 لتر احنا نهار دا هنتكلم عن سخان الكهرباء ال 55 لتر ديجيتل واول حاجة هنتكلم عليها الشكل الخاص بيه اللي هو الشكل السلم الاستواني المدور هنتكلم كهنا عن مواصفات سخان الكهرباء تورنيدو فيه منه لونين فيه الابيض وفيه الفضي النهار دا معنا زي ما انتم شايفين الفضي فيه شاشة رقمية بتوضح درجة الحرارة المية فيه 3 زراير بتشتغل باللمس لضبط درجة الحرارة السخان ونقفله لما نكون مش عايزين نستخدمهم كمان زي ما قلت معدلة الامام كتير قوي هو اعلى درجات الامام موجودة فيه الدايرة الكهربائية بعيدة جدا عن المية ما بتلمس المية في حيطة تانية خالص في السخان الترمستات الخاص بيه غير قابل للتلف لانه غير ملامس للمية برضو محدود في مكان معين في السخان بعيدة عن المية العزل داخل السخان من الصوف الزجاجي اللي بيخلي السخان يحتفظ بدرجة الحرارة اطول فترة ممكنة وده طبعا بيرشد فيه الكهرباء الهيتر الداخلي او السخان الداخلي اللي موجود فيه سخان تورنيدو مصنوع من مادة ستانل ستيل ده بيؤدي الى سرعة التسخين المية في اقل فترة ممكنة وكمان ترشيد الكهرباء كمان سخان تورنيدو الكهربائي هو السخان الوحيد في مصر الوحيد في مصر اللي موجود فيه الحلة الداخلية من الستانل ستيل اللي بتخلي السخان يحتفظ بدرجة الحرارة اطول فترة ممكنة وبالتالي ترشيد الكهرباء شوفنا قلناها كم مرة طيب السطح الخارجي الخاص بالسخان معمول من الصاج المعالج ضد الخاتش والرطوبة فممكن برضو في المحافظات او في المدن اللي فيها رطوبة عالية السخان ده حيكون هايل جدا الشيك بالف او السيكس بالف زي ما بيقولوا كده الفنيين معمول بطريقة مبتكرة جدا هي عبارة عن مدخل واحد بيدخل المية البردة وبعد فترة التسخين بيحصل عملية تبديل تلقائية نفس الفتحة دي بتنزل المية السخنة وده بيخلي سخان بيديله عمر افتراضي اطول عن السخنات التانية الموجودة في السوق الفايدة من كل ده ان بنقلل الفتحات الموجودة في الحلة وده بيحافظ عليها وبيمنع تسريب المية داخل السخان او حتى خارج السخان ميزات كثيرة جدا موجودة في سخنات تورنيدو الكهرباء مرة تانية سخان ده هيتلاقوا فيه منه نوعين في السوق في الديجيتال وفي الميكانيكل فيه احجام مختلفة كتير 35 لتر 45 لتر 55 لتر و 65 لتر وسخانة عملي جدا بيرشط فيه الكهرباء بيرشط فيه المية فيه كذا معامل امان وده بالنسبة لي اهم حاجة طيب بعد ما اتعرفنا على سخان تورنيدو بالكهرباء بالتفاصيل خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع خليكم معانا لأسر واحد